قلت لي النص الملعب يبقى فيه إمام عشور وزيزو ووراهم محمد النيني بالضبط تقول لي محمد النيني في وقت متقلق فيه جدا جدا مرون عطية جدا مع النادي النادي في أحسن أحواله يعني أخي موبرتن هو أفضل لعب فيه النادي الأهلي كجوائز يعني ليه محمد النيني مش مرون عطية إحنا التفاعل أن مرون عطية لعيب شارس بيلعب بيضغط في كل حتة في الملعب بيعرف يقطع الكرة بشكل كبير جدا بيعرف يتقدم بيعرف يعمل التصويب على المرمى إنما النيني عنده حالة اندماج كبيرة جدا مع المنتخب المصري حفظين بعض بشكل كبير جدا وده تقدر تشوفه زي ما اتفقنا على حتة صنع الألعاب تشوف الكرة التمريرة اللي طلعت من نص الملعب من محمد النيني لمحمد صلاح لتريزيجي تفرج على الجملة الشكل ده بص شكل المسلس اللي اتعامل ده النيني لمحمد صلاح تريزيجي بقى هدف هنا الرؤية هنا يبقى أنا عندي لعيب يقدر يصنع اللعب عنده رؤية كويسة يقدر يشوف فيها الملعب بشكل كويس يقدر يبقى رموانة المزان في نص الملعب اللعب المنتخب المصري مع قدام منتخب مش قوي ومش مصنف زي المنتخب المزنبيك لا أنا محتاج ده في مباريات تانية هحتاج فيها مروان عطية في مباريات تانية هحتاج محمد حمدي وشفاتوح وبالظبط كده زي ما انت شفت كده في الشوت التاني أما حصل التغييرات وابتدى ينزل حمدي فاتحي بقى جنب النيني بقى الاتنين في قلب الملعب الراجل يبتدى يلعب باربعة وبيلعب باثنين ويلعب بثلاثة فلات والرأس حربة ثابت يخلي هنا الباك متحرر يقدر يشتغل على الخط بشكل زي الخمسة واربعين ديئة تانية للمنتخب المصري مع تانزاريا كل ده فكر المدرب إزاي بغير طريقة اللعب على الاحتياجات اللي أنا محتاجها من المباراة